وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَنْهُ لَا شَرِكَ لَهُ فِي أُلُوهِيَّتِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا شَرِكَ لَهُ فِي رُبُوبيَّتِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخِيرَتُهُ مِنْ جَمِيعِ بَرِيَّتِهِ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل ملته سلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى وهي المنجية من النار لمن قالها بصدق وإخلاص هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة كما في الحديث لقنوا موتاكم أي المحتضرين لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم أو عاد عمه أبا طالب وكان في الاختبار وكان عنده رجلان من المشركين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله فقال الكافران المشركان أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عليه كلامهم فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك والعياذ بالله وأبا يقول لا إله إلا الله وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غلاما من اليهود كان يخدمه وهو يحتضر فقال يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فنظر إلى أبيه نظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال أبوه أطع أبا القاسم فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم فاضت روحه فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ثم قال لأصحابه تولوا أخاكم فغسله المسلمون كفنوه وصلوا عليه ثم دفن في مقابل المسلمين هذه كلمة عظيمة من قالها ومات عليها دخل الجنة ولكن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ يقال باللسان بل هي لها معنى ولها مقتضى فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا معناها وأما مقتضاها يعني المطلوب ممن يقولها فهو أن يؤدي أركان الإسلام ويلتزم بهذا الدين فإن فعل ذلك فهو المسلم حقا وأما من قالها ولم يلتزم بأركان الإسلام لم يصلي لم يزكي لم يؤدي ما أوجب الله عليه فإن هذه الكلمة لا تنفعه ولو قالها ألف مرة لا تنفعه حتى يعمل بمقتضاها قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب بعد وفاته ومنع بعضهم الزكاة قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على منع الزكاة لأنها من حق لا إله إلا الله قالوا له يا خليفة رسول الله كيف تقاتل كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله فقال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها وإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فاقتنع الصحابة رضي الله عنهم بقول يا أبي بكر واعتقدوا أنه الصواب وقاتلوا معه المرتدين فهذا دليل على أنه لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله ما عدم الالتزام بمدلولها ومقتضاها لكن من قالها فإنه يكف عنه ويخكم بإسلامه فإن تبين منه بعد ذلك ما يناقضها وتبين أنه لا يؤدي مقتضاء هذه الكلمة فإنه يخكم بردته تقام عليه أحكام الردة هو لهذا غزى بعض المسلمين غزوا جماعة من المشركين فانتصروا عليهم وفر واحد منهم فلحق به أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه ومعه رجل من الأنصار رضي الله عنهم لحقوا بهذا الرجل فلما رفع أسامة السيف عليه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار وقتله أسامة بن زيد فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قال ها يتقي بها السيف قال هل لا شققت عن قلبه فتعلم أنه قال ها يتقي بها السيف ماذا تعمل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فما زال يكررها ماذا تعمل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة حتى ندم أسامة رضي الله عنه ندامة شديدة على ما فعل وعرف خطأه في ذلك فهذا هو الشأن في من أعلن إسلامه وقال لا إله إلا الله فإنه يكف عنه ويقبل منه الإسلام فإن ظهر منه بعد ذلك ما يخالف مقتضى هذه الكلمة فإنه يجرى عليه الحكم الشرعي ونحن ليس لنا إلا الظاهر ما لم يتبين لنا خلافه نحن نحكم على الظاهر وأما ما في القلوب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وليست هذه الكلمة مجرد لفظ يقال باللسان ولكن لها شروط لا بد أن تتوفر لها شروط وقيود كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا بد من هذا القيد أن يقولها يبتغي بذلك وجه الله لا يقصد منها غير ذلك فإن قالها وهو لا يبتغي وجه الله ألا تنفعه هذه الكلمة سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث غيرك لما أرى من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا بد أن تكون خالصة من قلبه لا يقولها رياء وسمعة ونفاقا يتقي بها القتل أو يريد بها أن يعيش مع المسلمين فإن من كان هذا قصده إنها لا تنفعه لا إله إلا الله هذه الكلمة يا عباد الله عظيمة هذه الكلمة تزن السماوات والأرض ومن فيهم غير الله جل وعلا في حديث موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله يجاء يوم القيامة برجل كتبت عليه الحفظة تسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مد البصر مملوء بالسيئات والذنوب فيقال له هل عندك حسنة فيهاب الرجل ويقول لا يا ربي فيتاب بطاقة يعني ورقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله يعني أنه قالها في حياته فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في الكفة الأخرى فتطيش السجلات وتثقل لا إله إلا الله فيدخل بها الجنة أي كلمة عظيمة أكثروا من التلفظ بها وهذه الكلمة كما ترون تتكون من نفي وإثبات نفي جميع المعبودات وإبطال جميع المعبودات من دون الله وإثبات العبادة لله وحده فقولنا لا إله هذا نفي لجميع الآلهة المعبودة من دون الله وإبطال له إلا الله إثبات للعبادة لله وحده ولهذا قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم يكفر بالطاغوت هو معنى لا إله ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله ففيها النفي والإثبات يجب أن نعرف هذا وأن نتحقق منه حينما ننطق بهذه الكلمة فهي كلمة عظيمة لها قيمتها ووزنها عند الله سبحانه وتعالى يجب أن نكثر من التلفظ بها معتقدين لمعناها معتقدين لمعناها عاملين بمقتواها لها ظاهراً وباطنا فهي شعار الإسلام هي دعوة الرسل هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ثم هذه الكلمة أيضاً تقتضي أن تتبرأ من الشرك وأهله يقتضي أن تتبرأ من الشرك وأهله كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أما الذي يقول أنا أقول لا إله إلا الله ولا أعبد إلا الله لكن لا أتبرأ من المشركين ولا أتبرأ من الشرك هم أحرار في عقيدتهم فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله حتى يتبرأ من المشركين ويتبرأ من دين المشركين كما قال الخليل وقومه كما قال الخليل وقومه قال الله جل وعلا لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذا هو الدين لا نجامل المشركين والكفار وإنما نتبرأ منهم ونعلن ذلك لهم ونتبرأ من دينهم وأشد من ذلك من يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله يذبح لغير الله ينذر لغير الله يستغيث بغير الله من عباد القبور والأضرحة فهم يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعملون بمقتضاها فهم يعبدون غير الله ويتناقضون في ذلك نسأل الله العافية فتفطنوا لذلك يا عباد الله وتعلموا عقيدتكم تعلموا معنى هذه الكلمة العظيمة وأعملوا بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه السكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له تعظيماً لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وعلموا أنها لا تكفي شهادة أن لا إله إلا الله حتى تشهد أن محمدًا رسول الله فالشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام ومعنى أشهد أن محمدًا رسول الله أي أعترف وأقر بقلبي وأنطق بلساني أنه رسول الله حقًا أنه رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ولا يكفي هذا حتى تتبعه حتى تتبعه فيما أمر وفيما نهى فلو شهدت أنه رسول الله ثم لم تطاوعه ولم تمتفل ما جاء به لم تحقق شهادة أن محمدًا رسول الله فمعنى أشهد أن محمدًا رسول الله أو من معنى طاعته فيما أعلمه وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شره هذه الكلمات توضح لكم معنى شهادة أن محمدًا رسول الله وأنها ليست مجرد لفظٍ يقال باللسان طاعته فيما أمر تطيعه فيما أمرك به من الأوامر ولا تخالف ذلك حسب هواك ورغبتك قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالًا مبيناً ثانياً أن تصدقه فيما أخبر أخبر صلى الله عليه وسلم عن الماضي وعن المستقبل وعن الجنة والنار وما يجري فتصدقه في ذلك ولا تشك في شيءٍ مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار فمن شك في ذلك لم تكن شهادته برسالة محمد صحيحة لأنه كذبه فيما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام واجتناب ما نهى عنه كما تطيعه فيما أمر تجتنب ما نهى عنه قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب واجتناب ما نهى عنه وأن لا تعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه اجتناب البدع والمحدثات فلا تتقرب إلى الله ولا تعبد ربك إلا بشيءٍ جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم وشرعه لك لا تحدث البدع وتتقرب بها إلى الله لا تقبل عند الله قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلابد من هذه القيود في شهادة أن محمد رسول الله وليست لفظا مجردا يقال باللسان فقط اتقوا الله عباد الله وعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذى شذى في النار وعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد اشتركوا في القناة